الأعزاء الصف الثاني عشر نرحب بكم عبر صوت التربية والتعليم الإداءة التعليمية الأولى في فلسطين ونترككم الآن مع شرح مفصل لمادة اللغة العربية نتمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعلمة الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج تفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلاب الصف الثاني عشر أهلا وسهلا بكم عبر أثير صوت التربية والتعليم الإداءة التعليمية الأولى من فلسطين والتي تبث على موجة 102.1 FM أنا محدثتكم المعلمة عبير البطريخي معلمة مادة اللغة العربية بمدرسة دلال المغرب الثانوية ألف للبنات نلتقي بكم اليوم في أولى حلقات مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر وعنوان درسنا اليوم هو مصرحية غروب الأندلس سنتعرف في هذه الحلقة على المحاور الآتية المحور الأول تعريف بالشاعر والمناسبة المحور الثاني الفكرة العامة وسنقسم النص لعدة أفكار جزئية المحور الثالث تحليل المشهد الأول من المصرحية ننتقل الآن إلى المحور الأول وهو تعريف بالشاعر والمناسبة بداية من هو عزيز أباضة؟ عزيز أباضة هو شاعر مصري ما يهمني جنسيته أو من أي بلاد إذن عزيز أباضة هو شاعر مصري أيضا اختير عضوا في المجمع اللغوي ورئيسا للجنة الشاعر في المجلس الأعلى معلومة مهمة هنا أنه عايش أمير الشعراء أحمد شوقي طبعا وظهر هذا واضحا بأنه تأثر بالشعر المصرحي وكلنا نعرف أن أحمد شوقي هو إمام الشعر المصرحي الأول ما أشهر دواوين عزيز أباضة؟ أشهر دواوينه هو ديوان أنات حائرة والذي كتبه بعد وفاة زوجته إذن أشهر دواوينه أنات حائرة ما هي أهم مسرحيات عزيز أباضة؟ أهم مسرحياته شجرة الدر وغروب الأندلس ممكن هنا يطرح سؤال مما استمد عزيز أباضة مادة مسرحياته؟ مما استمد عزيز أباضة مادة مسرحياته؟ استمدها من حوادث التاريخ والبطولات الإسلامية والقومية إذن استمدها من التاريخ والبطولات الإسلامية والقومية الآن سؤال ما هي مناسبة النص أو لماذا كتب عزيز أباضة هذه المسرحية؟ طبعا كتب هذه المسرحية التي تناولت فترة سقوط غرناطة بيد الأسبان وقد أظهر فيها الشاعر اختلاف العرب على الحكم وتفرق كلمتهم وتعاون بعضهم البعض مع الأسبان لحماية أنفسهم وتثبيت دعائم حكمهم طبعا وهذا يعني يشبه الحال الذي نعيشه في واقعنا للأسف بهذا نكون قد أنهينا المحور الأول وهو تعريف بالشاعر والمناسبة ننتقل الآن للمحور الثاني ننتقل الآن إلى المحور الثاني وهو الفكرة العامة وتقسيم النص لعدة أفكار جزئية بداية الفكرة العامة للنص هي اختلاف العرب على الحكم وتخاذلهم وتفرق كلمتهم وتعاون بعضهم مع المحتل كل هذا أضاع بلاد الأندلس لاحظوا أن الفكرة العامة مأخوذة من المناسبة إذن الفكرة العامة اختلاف العرب على الحكم وتخاذلهم وتفرق كلمتهم وتعاون بعضهم البعض مع المحتل كل هذا أضاع بلاد الأندلس الآن سنقسم النص إلى عدة مشاهد أو هو مقسم المشهد الأول سنتناول فيه ثورة الشعب ومطالبة السلطان بالتنازل عن العرش إذن المشهد الأول يتحدث عن ثورة الشعب ومطالبة السلطان بالتنازل عن العرش والمشهد الثاني يتحدث عن اجتماع أهل الحل والعقد للتشاور في الخطر المحيط بالبلاد إذن الفكرة الثانية هي اجتماع أهل الحل والعقد للتشاور في الخطر المحيط بالبلاد والمشهد الثالث تضارب المواقف تجاه الغزو الفرنجي طبعاً وبهذا نكون قد أنجزنا المحور الثاني وهو الفكرة العامة والأفكار الجزئية الآن سيتم تحليل المشاهد والأفكار لنقرأ المشهد الأول تخرج بثينة وتأخذ عائشة بيد ابن سراج وتقول في قوة وحزم عائشة ما الحال يا ابن سراج يرد ابن سراج أظنها شر حالي الشعب قد ضاق ذرعا بهذه الأحوال محاصر من يمين مروع من شمالي هوى به الجوع روحا ردت عائشة هذا نذير الوبالي يرد ابن سراج لا تيأسي إن فيه خلائق الأبطال لولا خيانة رهط منه شديد المحال شنوا عليه ضروب الإرجاف والأوجال لآثر الموت قعصا تحت الضبا والعوالي عائشة بل قل هي خيانة والي دكته كالزلزالي قفة فمن قال حقا دوا به لم يبالي إن تفسد الرأس دب الفساد في الأوصالي هكذا بداية نناقش ما ورد في المشهد عما تسأل السلطان عائشة وزيرها ابن سراج وبما أجابها بداية عما سألت السلطان عائشة الإجابة سألت السلطان عائشة عن حال البلاد وأحوال الناس في مملكة غرناطة ماذا رد وزيرها أجابها أن الأوضاع تتجه نحو الأسوأ طبعا من مظاهر انهيار الحكم انهيار حكم بني الأحمر في غرناطة وأن الناس قد ضاقت ذرعا بهذا الاستبداد استبداد الحكام وانتشار الفساد فضلا عن إهمال حقوق الشعب وانتشار الفقر وهذا كله جعل الشعب محاصرا من جهة اليمين من الاحتلال أو الفرنج ومن جهة الشمال من جهة اللي هو استبداد الحكام إذن ماذا أو ماذا يقصد بقوله محاصر من يمين مروع من شمال يقصد محاصر من جهة المحتل الفرنج من جهة اليمين ومحاصر من ظلم واستبداد الحكام من جهة اليسر ما نذير الوبال الذي تحدثت عنه السلطان عائشة هو اتجاه الأمور في البلاد نحو ثورة الشعب على الملك والإطاحة بالملك هناك صورة أخرى نقلها الوزير كما نلاحظ من الأبيات عن الشعب ما هي هذه الصورة طبعا نقل الوزير بأن الشعب من زاوية أخرى هو طبعا شعب شجاع ومقدام طبعا ولكن لو لا خيانة بعض الوزراء والحكام وطبعا وبعض الإشاعات التي يختلقونها لو لا هذا كله لا طبعا رأيت هذا الشعب يقدم الغالي والنفيس من أجل فداء الوطن طبعا آخر شيء في الأبيات ماذا كان رد السلطان على هذه الصورة أو على هذا كله طبعا ردت أن هذه القضية سببها أو هذا الفساد الذي حل بالبلاد سببها هو فساد الحاكم فإذا أصيب البلاد بفساد فالسبب في ذلك هو فساد الحاكم الآن ننتقل إلى تفسير المفردات وتحليل النص واستخراج مظاهر الجمال نلاحظ في السطر الأول تخرج بثينة وعائشة استخرج من هذا السطر اسما ممنوع من الصرف وبين سبب المنع استخرج من هذا السطر اسما ممنوع من الصرف مع بيان سبب المنع طبعا أيوة صحيح بثينة وعائشة أحسنت بثينة وعائشة اسماء ممنوع من الصرف لماذا؟ لأنها اسم علم والسبب الآخر أنها مؤنث تأنيث معنوي ولبضي في السطر الذي يليه ما الحال يا ابن سراج؟ ما نوع الماء هنا؟ ما الحال؟ الماء استفهامية الأسلوب هو استفهام حقيقي ما الحال؟ إذن يا ابن سراج طبعا أسلوب نداء للتنبيه أظنها شر حالي أظنها شر حالي ما نوع الأسلوب هنا؟ الأسلوب هنا أسلوب تفضيل أي نسم التفضيل كلمة شر كلمة شر الشعب قد ضاق ذرعا الشعب ضاق ذرعا ما مرادف كلمة ذرعا مرادف كلمة ذرعا أي ضاعفت طاقته ضاعفت طاقته الشعب قد داق ذرعا بهذه الأحوال محاصر من يمين مروع من شمال ما المعنى الصرفي لكلمة محاصر ما المعنى الصرفي لكلمة محاصر محاصر اسم مفعول ومروع أيضا اسم مفعول ما مرادف مروع ما مرادف مروع مروع أي مذعور وخائف نلاحظ أيضا في البيت كلمة يمين وشمال بينهما طباق إيجاب كلمة يمين وشمال بينهما طباق إيجاب هوى به الجوع روحا هوى ما مرادف كلمة هوى هوى أي سقط وروحا ما اعرب كلمة روحا هوى به الجوع روحا تعرب تميز تعرب تميز العبارة كلها هوى به الجوع روحا هي كناية عن الضعف الشديد أيضا العبارة كناية عن الضعف الشديد هذا نذير الوبال ما مرادف كلمة الوبال الوبال هنا أي الشدة وسوء العاقبة ما مضاد كلمة نذير ما مضاد كلمة نذير نذير عكسها بشير ما اعرب كلمة نذير هنا هذا نذير هذا نذير نذير خبر مبتدأ مرفوع بالضمة على ما تجمع كلمة نذير تجمع على نذر تجمع على نذر لا تيأسي إن فيه خلائق الأبطال لا تيأسي إن فيه خلائق الأبطال بداية ما نوع الأسلوب لا تيأسي نعم هو أسلوب نهي نهي أسلوب نهي هنا غرض الالتماس يطلب منها ابن سراج عدم الياس ما اعرب كلمة تيأسي تيأسي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلام جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة واليا ضمير متصل مبني في محل رفع فعل إن فيه خلائق الأبطال إن فيه خلائق الأبطال أصل الجملة خلائق الأبطال فيه طبعا التقديم والتأخير يفيد الحصر والقصر الآن كلمة خلائق ما مراد في كلمة خلائق خلائق هي الصفات ومفردها خليقة إذن كلمة خلائق مفردها خليقة والمعنى صفة أو طبع لولا خيانة رهط لولا أو رهط لولا خيانة رهط منه شديد المحالي ما نوع الأسلوب لولا لولا أسلوب شرط غير جازم ممتاز بعد لولا ماذا يأتي بعد لولا يأتي مبتدأ إذن إعراب إعراب كلمة خيانة مبتدأ مرفوع لامة رفعه الضم الآن ما المعنى الصرفي لكلمة شديد ما المعنى الصرفي لكلمة شديد نعم كلمة شديد هي صفة مشبهة أحسنتم المحال المحال ما مراد في كلمة المحال المحال هي المقصود بها الكيد والبطش الكيد والبطش شنوا عليه ضروب الإرجاف والأوجال ما مراد في كلمة ضروبة ضروب أي أنواع والمفرد ضرب ما مرادف كلمة الإرجاف أيضا الإرجاف هي اختلاق الأخبار الكاذبة والأوجال ما مرادف كلمة أوجال أوجال تعني مخاوف ومفردها وجل مفردها وجل لآثر الموت قعصا تحت الظبا والعوالي ما معنى آثر آثر أي فضل اللام المتصلة هنا ما نوعها هي لام التوكيد لآثر طبعا حرف للتوكيد لآثر الموت لفضل الموت قعصا ما مرادف كلمة قعصا مواجهة للأعداء قعصا مواجهة للأعداء طب لو أردنا إعراب كلمة قعصا لآثر الموت قعصا ما إعرابها كيف أرادوا الموت أو كيف فضلوا الموت فضلوه قعصا أي إعرابها حال منصوب حال منصوب علامة نصب الفتح تحت الظبا الظبا ما معنى كلمة الظبا؟ الظبا هي جمع كلمة ضبا وهي حد السيف القاطع إذن مفردها ضبا وهي حد السيف القاطع العوالي ما مرادف كلمة العوالي؟ العوالي هي الرماح ومفردها عالية العوالي هي كلمة الرماح ولو جاء في الامتحان استخرج اسم منقوس هاي كلمة العوالي اسم منقوس هذا البيت لو كله حكينا ما أوضح الجمال في قوله لآثر الموت قعصا تحت الظبا والعوالي الإجابة البيت كناية عن اللي هو تفضيل الموت في ساحة المعركة إذن البيت كله كناية ما سر جمال الكناية سر جمال الكناية الإتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل البيت الذي يليه بل قل خيانة والي دكته كالزلزالي بل هو حرف إضراب حرف إضراب قل هي خيانة والي أو عفوا هي طبعا قل خيانة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي والي والي هو اسم منقوس أصل الكلمة والي طب ما المعنى الصرفي لكلمة والي اسم فاعل اسم فاعل طبعا وحذفت الياء وعوض عنها بتنوين العوض إذن التنوين الملتحق بكلمة والي هو تنوين عوض عن حرف محذوف دكته ما مراضي في كلمة دكته هدمته طبعا وهنا وضح الجمال في قوله بل قل هي خيانة والي دكته كالزلزال يعني الإجابة ستكون طبعا شبها اللي هو خيانة الوالي بالزلزال المدمر شبه خيانة الوالي بالزلزال المدمر قلها قلها فمن قال حقا دوى به لم يبالي طبعا هنا ما نوع الأسلوب فمن قال حقا هو أسلوب شرط وجواب الشرط دوى به لم يبالي ما مراضي في كلمة دوى نعم على وارتفع على وارتفع لم يبالي ما أعراب كلمة يبالي يبالي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة طبعا مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والكسرة عوضا عن الحرف المحذوف إن تفسد الرأس دب الفساد في الأوصال إن تفسد الرأس دب ما مرادف دب دب انتشر دب الفساد في الأوصال طبعا ما مرادف كلمة الأوصال الأوصال الأطراف ومفردها وصل وضح الجمال في قوله إن تفسد الرأس دب الفساد في الأوصال طبعا هنا شبه حال فساد الحاكم طبعا بي الجسم إذا أصاب العقل فساد فسدت سائر أعضاء الجسد أو تضررت سائر أعضاء الجسد أعيد إذن هنا شبه حال فساد الحاكم بماذا بجسم الإنسان إذا كان الحاكم فاسدا طبعا تضرر كل الشعب وإذا كان اللي هو جسم الإنسان إذا أصاب العقل فساد تضررت سائر الأعضاء الآن بدي يعني أوضح بعض الأشياء اللي هو التناص هناك تناص ديني في قوله ضاق ذرعا طبعا متأثر بقوله تعالى لما جاءت رسلنا لوطا سيئة بهم وضاق بهم ذرعا إذن هنا في تناص ديني في قوله ضاق ذرعا أو تناص قرآني أيضا في البيت الأخير إن تفسد الرأس دب الفساد في الأوصال تناص أدبي مأخوذ من مثل قديم إن تفسد الرأس دب الفساد في الأوصال إذن هنا تناص أدبي طبعا هنا يعني نكون قد فسرنا كل المفردات والمعاني الصرفية طبعا لم يتبقى سوى أن أعطيكم سؤال أعطيكم سؤال سنبدأ به المقطع المرة القادمة أو في المشهد الثاني نضع سؤال السؤال يقول بما تميزت شخصية عائشة بما تميزت شخصية عائشة إذن هذا السؤال سنجيب عليه في بداية الحلقة القادمة طبعا يعني هكذا طلبنا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من شرح مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر حيث تناولنا في هذه الحلقة درس مسرحية غروب الأندلس وتحدثنا فيها عن المحاور الآتية المحور الأول تعريف بالشاعر والمناسبة المحور الثاني الفكرة العامة والأفكار الجزئية والمحور الثالث هو تحليل المشهد الأول من المسرحية شكرا لحسن استماعكم نلتقي بكم الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر ومبحث اللغة العربية شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم شكرا للمشاهدة